بسم الله الرحمن رحيم في فيديو نرضى عن ازاي تحزف حسابك في التوتر او بالمسمى الجديد بشكل نهائي بندخل هنا في التوتر بعدين بتروح للملف الشخصي بتاعك بتروح هنا لعدادات والدعم بعدين لعدادات والخصصية بتروح هنا على حسابك هتلاع عندك حاجة هنا اسمها تعطيل الحساب بنضغط عليها هنا بيقولك انت هتعطل حسابك في التوتر والحساب هيفضل متعطل بشكل موقع لمدة 30 يوم لكن بعد 30 يوم دول مش هينفع ترجع حسابك تاني معنى كده انك لما تعطل حساب التوتر هو هيتعطل فعلا بس هتقدر ترجعه في خلال التلاتين يوم لكن علشان تعطل الحساب خالص ما هتفتحش الحساب لمدة 30 يوم وبعد التلاتين يوم الحساب هتحزف بشكل نهائي بنضغط هنا على تعطيل بعدين هنا بتكتب كلمة السر بتاعتك بتدوس هنا على تعطيل تعطيل تاني برضو وبكده انت هزفت حسابك في التوتر ياريت لعجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف بها الفيديوهات اشترك في القناة